النيابة العامة في البرتغال تواصل التحقيق مع رئيس الوزراء السابق جوزي سوكراتيش في اتهامة بشأن التهرب الضريبي وطبيض الأموال والفساد هذه القضية تأتي بعد حوالي أسبوع فقط من كشف فضيحة فساد مرتبطة بمنح تأشيرة خاصة لمستثمرين أجانب أدت إلى توقيف العديد من كبار المسؤولين في الدولة التليفزيون الحكومي البرتغالي اضطر إلى وقف تعامله مع جوزي سوكراتيش حيث يعمل كمعلق تليفزيوني منذ رحله عن رئاسة الوزراء في العام 2011 رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوزي سوكراتيش اعتقل ليلة الجمعة في مطاري لشبونة بعد عودته من العاصمة الفرنسية باريس رئيس الوزراء